من هو يفجيني بريغوزين قائد مجموعة فاغنر تعال نشوف مع بعض المعلومات عن أبرز الرجال الروس الآن من انقلب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الرجل وفقا لتصنيف عدد كبير من التقارير الصحفية هو مجرم رجل عصابات من مدينة سان بوترسبورغ حكم عليه بالسجن 12 عاما في تهم سرقة وعصابات قضى عشر سنوات في السجن ثم خرج ليعمل بالتجارة التهمة وفقا لتقارير صحفية كانت سرقة بالإكراه لإحدى السيدات في روسيا سنة 1981 عندما خرج الرجل بدأ يشتغل في الطبيخ بدأ يعمل مطبخ صغير كده في العمارة اللي هو فيها ويشتغل فيها ولكن بعلاقاته وببعض التواصل مع المافيا والعصابات ووفقا لتقارير صحفية أيضا أسس سلسلة مطاعم صارت المتعهد لمناسبات الكريملين وفلاديمير بوتين لما كان نائب مدير مكتب بلدية سان بوترسبورغ كان بيروح المطعم بتاعه وبيعود معاه من هنا بدأت علاقته بالبابا زي ما بيسميه وهو فلاديمير بوتين أصبح من أبرز المقربين في الدائرة المحيطة بفلاديمير بوتين وأسس مع صديقه أوكتين مجموعة فاغنر المسلحة في 2014 بيقول تقرير في الجارديان أنه في مايو 2014 دعي قادة الجيش الروسي وبعض السياسيين إلى مبنى وزارة الدفاع الروسية وفوجئوا هناك بيفجيني جريجوزين الذي اقترح عليهم أو طالبهم بمنحه قطعة أرض فارغة لتدريب قوات روسية تكون غير رسمية ولكنها مدعومة ماليا وعسكريا بشكل رسمي من روسيا وكانت هذه بداية مجموعة الفاغنر يقال أنه في هذا الاجتماع اعترض القادة العسكريون الروس على هذه الفكرة فأخبرهم يفجيني أن هذه أوامر البابا وهو فلاديمير بوتين قادة قوات فاغنر لصالح روسيا في ليبيا وسوريا وأوكرانيا وأيضا في بعض مناطق الدول الإفريقية مثل السودان وبلدان أخرى أخفق في معارك شاريسة بمدينتي سوليدار وباخموت اتهم الجيش الروسي بعرقلة عمل قواته وخيانته أيضا أعلن تمرضا مسلحا ودعا للقتال مع الفاغنر ضد الجيش الروسي وصف بوتين ما فعله بالخيانة ووعد بالقضاء عليه بوتين بالمناسبة في كلماته صباح اليوم وصف ما حدث من فاغنر ومن يفجيني بأنه طعن في الظهر ولن يتم السماح لمن قام بذلك بالاستمرار